خبر عاجل من أبو رائد شاهد عيان على الحادثة تم اعتقال أربع أفراد من الزوار الإيرانيين يوم أنش بعد أن قاموا بمجلس عزائم بين الحرمين الشريفين ومن ثم قاموا بلعن ظلمة أهل البيت أهل المحمد عليه السلام فقام أحد أتباع العتبة الحسينية بلومهم ومن ثم أبلغ عنهم فتم اعتقال العديد منهم ففر من فر وبقي عندهم أربعة أفراد وارسلوهم إلى جهة مجهولة وحتى اللحظة لا يعلمون عنهم أي شيء فإذا كان لكم تعليق حول الحادثة تفضل لا حول ولا قوتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل خرجهم والعالم أعداهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين بداية نعزيكم في هذه الليلة نظم الله جارنا بذكر استشهاد مولانا وسيدنا الصبط الأكبر الإمام أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ولعن الله قاتله لعنة الله أما هذا الخبر الذي أخبرتمونا به للتو يكشف عن أمر لا أدري إن كنتم جميعا تستشعرونه وأحسب أنكم إن شاء الله خاصة أنتم الرافضة تستشعرونه لكنه هو الواقع هذه الحادثة ومثيلاتها تكشف عن غربة إمام المهدي صلوات الله عليه قد تقول لي كيف وما ربط هذا بذاك أقول إن الذي يعرف التشيع ويعرف الأئمة صلوات الله عليهم يعرف مشاعرهم يعرف توجههم لا محالة يدرك هذا الأمر الذي يفترض أن يكون بسيطا وهو أن أئمتنا عليهم السلام ينتظرون منا مواصلة هذا الدور الجهادي المقاوم لرموز السقيفة من الظالمين من المنافقين من المنحرفين من القتلة المجرمين الذين بسببهم انحرفت المسيرة المسيرة الإسلامية أو مسيرة المسلمين وبسببهم توالت هذه الويلات علينا منذ 1400 سنة الأئمة ينتظرون من شيعتهم مواصلة هذا الدور إمامنا المهدي عليه الصلاة والسلام بالتحديد يعيش لأجل هذا الدور كما في زيارته الشريفة إذ جاء فيها أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت وكل من له ثقافة شيعية رافضية بسيطة يدرك أن الجبت والطاغوت رمزان واصطلاحان يرمزان إلى أبي بكر وعمر عليهما لعنات الله وضاعف الله عذابهما فإذا كنا نزور إمامنا المهدي عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة ونقر بأنه يعيش أنه حي لا يموت حتى يبطل أبا بكر وعمر كمنهج أبا بكر وعمر كدين محرف أبا بكر وعمر كمسار إذا كان هذا هو دور إمامنا المهدي عليه السلام فكيف نقس هكذا على من يجاهر بما يفترض أن يكون إعانة لإمامنا المهدي عليه السلام أو مماشاة له في منهجه في دوره يعني هؤلاء الزوار الأبرار يجاهرون بموقف الأئمة عليهم السلام من أبي بكر وعمر يقسى عليهم بهذه القسوة يعتقلون وكأنهم جاءوا بعظيمة من العضاء كأنهم ارتكبوا كبيرة من الكبار هذا يكشف عن غربة إمامنا عليه السلام كأننا لو افترضنا أن إمامنا عليه الصلاة والسلام ظهر في نفس هذه المنطقة بين الحرمين في كربلاء المقدسة وجاهر بالبراءة من أبي بكر وعمر مثلاً ومن هم الذين يعتقلونه إنهم الشيعة أنفسهم الذين يدعون أنهم شيعة وخدمة الإمام الحسين عليه السلام وما أدري الأمانة العامة للعتبتين وكذا وإلى آخر هذه غربة إمامنا نستطيع أن نقول لعله مصدوم من تصرفات شيعته هذه إذا أدركت هذا يزول العجب مما جاء في رواياتنا من أن إمامنا صلوات الله عليه حين يظهر ستكون طائفة ممن تدعي التشيع محاربة له وما هي العلامة لهذه الطائفة التقية المغلوطة الإمام الصادق عليه السلام يقول ما مضمونه أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حين يظهر ستقولون له ارجع لا نفعل يدعوكم إلى النصرة فتقولون لا نفعل إنما نتقي وَلَكَانَتْ اتَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَسَمَّاهُمُ الْإِمَامُ الصَّادِقُ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ إِنْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهُ وَرَاجَعْتُمُهُ سَمَّاهُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ لأن هذا نفاق الشيعي إذا ما تصدى للتبليغ أو تصدى لمسؤولية دينية ما خاصة كإدارة العتبات المقدسة ينبغي أن يوضن نفسه على ترك التقية وإلا لا تتصدى لأن هذه المواقع هذه المراكز تتطلب أناسا شجاعاء لا يخافون في الله لوم تلائم لا يخشون الناس بل يخشون الله عز وجل ويوطنون أنفسهم على بذل المهج استحي على نفسك أنت في حضرة الحسين عليه السلام الحسين قال من كان باذلا فينا مهجته فليرحل معنا أنت في هذا الموقع في هذا المركز في إدارة العتبتين مثلا المقدستين الحسينية والعباسية ينبغي أن تكون ممن بذل المهج ممن يبذل مهجته أي ماذا أي الذي هو مستعد للقتل يعني مستعد للاستشهاد في سبيل الله فكيف ينسجم هذا مع محاولتك للتواري والتراجع وأن لا تصرح بالحق خشية ردة الفعل إذا كنت هكذا تنحى اترك الفرصة لغيرك ترجمة نانسي قنقر